قد نظن أن آخر ما يجب أن تهتم به مريضة السرطان هو جمالها أثناء فترة العلاج لكن بعض الدراسات أثبتت أن الألم النفسي الذي يسببه تغير الشكل نتيجة العلاج الكيميائي قد يؤثر سلباً على استجابة المريض للعلاج تعريف مريضة السرطان بكيفية الاهتمام بجمالها أثناء العلاج هو أحد أهم أهداف مبادرتكم جميلاً التي تتبناها مؤسسة هدى الإمام للسرطان نحن نعلم المريضة كيف تواجه نفسها أمام المرأة كل يوم الصبح هي تعمل رتوش معينة أو مكياج معين تقدر لما تشوف حالها بالمرأة تلاقي نفسها قدام نفسها قدام ولادها كل اللي حوالي يدعموني وأنا كمان ما كنتش عايزة أحسس أي حد بأي مشكلة وكان طبعاً طبيعي بيجيلي لحظات ضعف مش يعني زي أي حد لما يلاقي شكله تغير وكده بس كنت بحاول دايماً أتغلب على الموضوع دهوت المبادرة تعمل على ثلاثة محاور هي التجميل، الصحة النفسية والتغذية حيث ينظم متخصصون في هذه المجالات ورش عمل تساعد مريضات السرطان على التعامل في حياتهن بشكل أفضل مريض السرطان، البشرة بتبقى متأثرة جداً، بتبقى تقريباً محروقة من الكدريل بتبقى ما فيهاش المناعة الكافية إزاي أنا أبقى إيدي فئتها، إزاي إن هي تاخد بالها من بشرتها في الوقت ده كل الأبحاث بتقول إن كل اللي عندهم مرض كانسر لو الصحة النفسية بتاعتهم متأثرة ده بيؤدي إلى سرعة انتشار المرض وكمان بيقلل استجابتهم للعلاج والأمراض بتاعتهم فالصحة النفسية بتساعد إزاي إداروا يتعاملوا مع المرض ده إن كانت حياة مريض السرطان تتمحور حول جلسات الكيماوي وزيارة المستشفى ما يصيب أغلب المرض بأعراض نفسية أهمها الاكتئاب فإن مبادرة تكون جميلاً تساعد هؤلاء على البحث عن الجمال الشخصي وأيضاً الجمال في الحياة في هذه الفترة الصعبة سمر بشات العربية القاهرة